صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش بأنه يشعر بقلق شديد إذا التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلية يعتزم التركيز على رفح في جنوب غزة في المرحلة التالية من هجومه على القطاع أضف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يقود عملية السلام ويفاقم ما هو بالفعل كابوس إنساني كما أن له عواقب إقليمية لا توصف ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائل